السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو عن مباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف لسنة 2022-2023 هنطرق لكم بالضبط لواحدة نقطة مهمة وهي فيما يخص موعد إرسال الاستدعاءات من أجل الالتحاق بأسطاج أولا كما كتعرفوا بالنسبة للاختبارات كانت انطلقت من يوم 15 نوفمبر وانتهت 10 من هذا الشهر بمعنى 10 دجمبر انتهت الاختبارات حسب بعض المعلومات اللي تلقينها من بعض المترشيحين اللي دوزوا الاختبارات فالاختبارات كانت في المتناول وسهلة جدا كما قلنا لكم في السابق من أصعب المراحل وهو الاختبار الطبي كما كتعرفوا الآن المترشيحين كانت تضروا بفارغ الصبر موعد بداية إرسال الاستدعاءات من أجل الالتحاق بأسطاج قبل ما ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نضح لكم واحدة نقطة كما تعرفون في حاليا راكاية لأسطاجات كيدوزو أسطاج مراكز التكوين لكن قريبا غريب داو يوقعوا باش يلتحقوا مقرات العمل حسب التعيينات المخصصة لهم لهذا فمراكز التكوين من بعد غادة الخواء من تماء عتم إرسال الاستدعاءات إلى المترشيحين من أجل الالتحاق بأسطاج وفي الغالب احتمال كبير الاستدعاءات غادة نطلق إن شاء الله أواخر شهر دجنبه إلا إذا ما كانش هناك شي تغير واحدة نقطة أخرى خاصكم ضروري تعرفوها ضروري كيكونوا موجدين واحد لائحة الانتظار حيث ربا ما يتغيب شي مترشيح ويعوضوه بموترشيح آخر أو شي مترشيح يكون عنده مشكل سحليل أو مشكل في البحث لأنه من اللي كتكون كالدوز مرحلة السطاج ضروري كيكون عليك واحد لبحث لهذا إذا كان عندك شي مشكل مثلا شي حد من عائلة دجنب دوز الحبس ربا ما يتم إقصائك لهذا فضروري كيعملوها دلائحة الانتظار باش يعوضوها دوك المترشيحين إذن هذا هو كل ما يخص عن موعد إرسال الاستداءات من أجل الالتحاق بسطاج مباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف وانا إن شاء الله فورا ما عدت انطلاق عملية إرسال الاستداءات من أجل الالتحاق بسطاج غدا ننوافقكم بأي جديد عبر قناة أخبار الوظيفة في الآخر كنتمنى هذا الفيديونا لإعجابكم وما تنسوش تدعمني بالاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد والتوفيق والسلام اشتركوا في القناة